انهار أكبر بنك في سويسرا العام الماضي وانتهت فكرة السرية المصرفية لذا فإن الأمان ليس موجود حقا كما هو الحال لم يعد الأمر يدعو إلى الأمان بعد الآن بالطبع سويسرا لديها بنوكا ومواهب وعروضا رائعة إنها تمتلك 100 عام من الخبرة أليس كذلك؟ ولكن الآن هناك ضجيج إنما حدث مع تجميد الأصول الروسية كان له أيضا تداعيات كبيرة على طريقة تفكير الناس لأن الأمر لا يتعلق ب هل كان تجميد تلك الأصول قرارا جيدا أم سيئا؟ إن الأمر يتعلق ب... حسنا إنه يشكل سابقة إذا لم أكن مقيما في تلك البلدان وأنا قادم من بلد يوجد معه خلافات فهل أصول آمنة؟ ينضم إلي في الأريكا روجر روحانة روجر هو الرئيس التنفيذي لشركة ألفيا هل اشتري نوعين من البنوك؟ هناك من يقول نعم هذا هو الطريق إلى الأمام وسنذهب إلى البنية المصرفية المفتوحة Open Architecture وسنعمل على تحسين قدراتنا في إدارة الأصول لأنه في نهاية المطاف يمكننا تحسين أصولنا أم أن هناك آخرين يقولون لا سنستمر في الترويج لما ننتجه ونعم سنعطي أهمية أكبر قليلا لرجال إدارة الثروات من خلال منحهم تطبيقا وعددا إضافيا من المستشارين هل كان هذا سؤالا غبيا؟ إذا كان بإمكانك الإجابة على هذا السؤال بصدق ما هو التحدي الأكبر الذي تواجهه من حيث جذب البنوك إلى فلسفتك ومنصتك وتحويلهم إلى عملاء؟ حسناً مرحباً بكم في حلقة اليوم من برنامج كوتشونوميكس مع أرجون ينضم إلي على الأريكة روجر روحانة روجر هو الرئيس التنفيذي لشركة ألفية وهذا على حد تعبيره وسوف يشرح لنا هذا الأمر بمزيد من التفصيل حول منصة ويلث تيك أليس كذلك؟ وأامل أن أكون قد حصلت على هذا الجزء بشكل صحيح لكنه سوف يصحح لي روجر مرحباً بك في الأريكة أشكركم على استضافتي لقد أجرينا محادثة صغيرة لطيفة قبل أن نبدأ هذه المناقشة بالفعل أو قبل بداية الحلقة لذا يا روجر أعتقد أنه بالنسبة للمستمعين سيكون من المفيد جداً أن تتمكن من إذا جاز لي أن أقول أخبرنا المزيد عن ما هي ألفية وبدايتها متى بدأتم العمل وهكذا بالطبع في الواقع تعمل ألفية على فتح الباب أمام النمو للمؤسسات المالية والازدهار لمستثمريها من خلال منصة الثروات والتداول من الجيل التالي وفي صلب الموضوع هذا هو هدفنا وهذا ما نقوم به نحن بي تو بي و بي تو بي تو سي لقد تم تأسيسنا في سوق أبو ظبي العالمي اي دي جي ام العام الماضي في يونيو من العام الماضي لذا نحن نحتفل بي نحن احتفلنا بعامنا الأول منذ بضعة أشهر تهانينا شكرا جزيلا مستثمرين الرئيسيين هما بنك نيويورك اذا احتفل أقدم بنك في الولايات المتحدة بالذكرى المئة وأربعين لتأسيسه هذا العام ولونيت وهي شركة رائدة في إدارة الاستثمارات البديلة عالميا يديرون أصولا يما يقارب 100 مليار دولار ومعهم يقد حكنا 300 مليون دولار أولويتنا هي التركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأن نصبح البنية التحتية الأساسية والمنظمين عندما يتعلق الأمر بالبنية التحتية لإدارة الثروات إذا هل تعلم كنت سأجل هذا السؤال لبعض الوقت لوقت لاحق ولكن دعني أسأل فقط لماذا اخترت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنه سؤال جيد جدا إنه في الواقع واضح جدا هناك إجمالي سوق متاح تام كبير ومتزايد لديك 4-5 تريليون دولار هنا احتياجات العملاء عاجلة للغاية ما أتحدث مع أي مصرفي حتى الآن وأغلق الباب أمامنا حسنا الاحتياجات الناقصة في ذلك عندما تنظر إلى العرض في المنطقة إنها فرصة حقيقية حسنا إذا بناخد خطوة إلى الوراء أعتقد أنه يجدر بنا أن نلقي نظرة شاملة قليلا أخبرنا قليلا عن ما يحدث بالفعل في مشهد إدارة الثروات والأصول العالمية بمعنى ما الذي يتطور وما هي اتجاهات التغيير وأنا لا أقصد الاتجاهات الكلاسيكية مثل دخول هذه التكنولوجيا نعم نحن جميعا نعلم ذلك ولكن أعطينا لمحة عن ما يحدث بالفعل في مجال الثروة العالمية لأنني قرأت هذا الصباح أن الواحد بالمئة من أمريكا أصبحوا أكثر ثراء لكن بملاحظة ذلك سأتيح لك المجال لتخبرنا بما يحدث في عالم إدارة الثروات والأصول نعم آنظ أو غطي المعيد من الاتجاهات العامة وربما بعض الاتجاهات الأخرى ومن فضلك نعم وثم الغوص في هذه المنطقة نعم قطعا إذن في لك بضعة أشياء أولا إدارة الثروة أنه أحد القطاعات الأكثر جاذبية في المجال المالي أنه ينمو أليس كذلك بالسرعة من 10 إلى 12% بشكل ثابت جدا على مدى السنوات العشر الماضية إنها سوف تنمو بنفس الوتيرة على مدى السنوات العشر القادمة لديها هامش مرتفع أليس كذلك بالتقريب 30% في الأسواق المتقدمة ذات رأس مال ضئيل مقارنة بالمجالات الأخرى لذا فهي تجارة جذابة جدا للعمل فيها أليس كذلك ونتيجة لذا كم يحاول الجميع النمو في هذا العمل والطريقة التي ترى بها هذا النمو هي من خلال الدمج لذني كما تعلمون فإن اللاعبين الكبار يصبحون أكبر واللاعبون المتوسطون يتخلفون عن الركب وهناك سباق حقيقي في مجال إدارة الثروات ويمكنك رؤية هذا على مستوى العالم من وجهة نظر المستهلك ترى بعض الأشياء أليس كذلك لذا أولا وقبل كل شيء ترى ما يمكننا أن نسميه بشكل عام انتقال الثروة بين الأجيال إن جيل طفرة المواليد وما فوق يتركون أموالهم لجيل أصغر سنا جيل متمكن من المجال الرقمي جيل يستخدم موقع إنستجرام جيل يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي جيل لديه توقعات مختلفة تماما عن ما يريدونه من مدير ثرواتهم اللي تختلف عن أسلافهم الاتجاه الآخر اللي ينشوه هو تأثير القضيب الحديدي المزدوج باربل إفكت عندما يتعلق الأمر بفئات الأصول الاستثمارية صحيح؟ إذن أنت ترى من ناحية أخرى ظهور صناديق المؤشرات المتداولة أليس كذلك؟ الجميع يعرف ذلك لكن أعني إنها متطرفة جدا وكانت قوة هائلة في الأسواق على حساب صناديق الاستثمار المشتركة ومن ناحية أخرى فهذا يشبه الجانب المنخفض التكلفة ومن ناحية أخرى ترى صعود البدائل كما تعلمون يتحدث الجميع عن صناديق الاعتمان والأسهم الخاصة وما إلى ذلك لم يكن العام الماضي عاما رائعا بالنسبة لتلك الفئات من الأصول من حيث التمويل ولكن من الثابت أن أعني أن هذه الفئة من الأصول تعمل على ترسيخ نفسها على نطاق واسع باعتبارها مرجع والعملاء يطلبون ذلك وهناك ظاهرة أخرى مثيرة للاهتمام ينبغي أن نتحدث عنها وهي تطور التكنولوجيا وذلك بيثير الاهتمام من منظور الصناعة لأنه يؤدي في الأساس إلى زيادة التكاليف الثابتة أليس كذلك؟ وتلك التكنولوجيا تشبه إلى حد ما الاستثمارات التي يتعين على البنوك ومديري الأصول الاستثمار فيها تحفزهم احتياجات تنظيمية ولكنهم مدفوعون أيضا باحتياجات المستهلك الذي يريد أن يحظى بتجربة تشبه تجربة أمازون إلى حد كبير أعتقد أن هناك اتجاه آخر أراه مثيرا للاهتمام بشكل خاص وهو تجزئة إدارة الثروات إذا فكرت في الأمر فقد كان واحدا من أكثر القطاعات عالميا الشبيهة بالعبودية وهي قطاعات التمويل صحيح الحسابات الخارجية موجودة في كل مكان إنه قطاع عظيم بشكل عام لأنه كما تعلمون أفكار الاستثمار العالمية وهي تمس عدة فئات وعدة قطاعات إنها مساحة إبداعية حقا أليس كذلك؟ ولكن حيث رأيت مصرفية الأفراد محصورا جغرافيا على مدار العقد الماضي بعد الأزمة المالية العالمية نرى المزيد من هذه الظاهرة الآن حيث تقترب الأصول من مكان تواجد السكان أو مكان تواجد المواطنين وهذا مدفوع في الغالب بالاعتبارات الجيوسياسية صحيح وهو على الأرجح نوعا جيد من التوافق مع ما نراه هنا في المنطقة فاكتس أسألك حسنا إذن يتوافق هذا الأمر بشكل جيد ولكن ما الذي يحدث في المنطقة والذي يختلف أم أنه يزيد من التأكيد على بعض الاتجاهات التي ذكرتها؟ إذن أعتقد أن هناك صحوة في دول مجلس التعاون الخليجي حسنا نركز على مجلس التعاون الخليجي من أجل مصلحتنا حسنا إدارة الثروات في الواقع مجال مثير للاهتمام للغاية كجزء من الأعمال وعلى مدى العشرين عاما الماضية كان مجال الأعمال هو من تلقى استثمارات أقل صحيح؟ لأن أو استثمارات أقل في التكنولوجيا والعمليات هل تعلم؟ على سبيل المثال المستشار يلتقي بالعميل مرتين في السنة لتناول القهوة كان النموذج يعمل بشكل جيد للغاية والآن يتغير هذا هو السبب الأول السبب الثاني هو أن البنوك الأجنبية تعمل أيضا على رفع مستواها صحيح؟ وهكذا إذا أخذت الإمارات العربية المتحدة كمثال ستجد المؤسسات الكبرى الدولية ليس كذلك؟ بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك مشرق ونوعا ما العشرة الأوائل ولكن هتقد أيضا بنوك سيتي و HSBC وستانتشارت المنافسة شديدة بقوة على هذا السوق ويأتون بممارساتهم العالمية وهم أذرع استثمارية كبيرة جدا أو وسائل استثمارية لذا السباق موجود هنا أيضا وهي الحدود الرقمية الأخيرة من وجهة نظر البنك كما تعلمون لقد رفعوا من مستوى أدائهم في مجال الخدمات المصرفية للأفراد لقد استثمروا في بنوكهم الخاصة أولئك الذين أرادوا الدخول جديا في أسواق رأس المال استثمروا في أسواق رأس المال لذا كما تعلمون كل مجلس إدارة يتساءل الآن حسنا ماذا سيحدث لأعمال إدارة الثروات لدينا أليس كذلك هذا أحد الأمور والثاني وهو السبب اللي خلينا نندفع نحو المنطقة حسنا مع الجغرافيا السياسية العالمية ما ترونه أن هناك بطاقة حقيقية يمكن اللعب بها هنا صحيح وستناول هنا بضعة أمثلة وأنا لا أحب أن أكون معلقا جيوسياسيا رخيصا لأن هذا يشبه الرياضة الوطنية وخاصة كعرب نحن نحب الحديث عن ذلك ولكن هناك حقائق ونحن نراها أليس كذلك على سبيل المثال عانت هونغ كونغ كمركز مالي من نوع ما من تعزيز الصين على نحو مماثل لذلك لذا فقد رأيت في المقام الأول الكثير من التدفقات المتجهة من هونغ كونغ إلى سنغافورة تدفقات هائلة تدفقات ضخمة سنغافورة للتو برزت كمركز بالطبع وفي الواقع عندما تنظر إلى الأصول المالية الشخصية PFA قد أستخدمها مرة أخرى لاحقا سنغافورة والإمارات العربية المتحدة متشابهتان إلى حد كبير منذ عامين أو ثلاثة أعوام أليس كذلك لكن تلك كانت مثل أرى تلك التدفقات كنوع من تدفقات الذعر ما تراه الآن لأن الناس الآن يسألون أنفسهم حسنا سنغافورة إنها قريبة جدا من الصين أليس كذلك ولذلك فإن الناس يفكرون الآن في استراتيجيات التنويع الخاصة بهم إذن سيكون لديك ساق في سنغافورة لكن أين ستكون ساقك الأخرى ومن المحتمل أيضا أن يكون لديك ثلاثة أرجل خاصة لمبالغ معينة إذن أين تذهب؟ حسنا عندك المراكز التاريخية لنقول سويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة حسنا لقد انهار أكبر بنك في سويسرا العام الماضي وانتهت السرية المصرفية لذا السلامة ليست موجودة حقا كما هو الحال لم يعد الأمر يدعو إلى الأمان بعد الآن وبطبيعة الحال تمتلك سويسرا بنوكا ومواهب وعروضا رائعة إنها تمتلك مئة عام من الخبرة أليس كذلك؟ لكن الآن هناك ضجيج هذا أول شيء أن تتفكر في المملكة المتحدة وتفكر في الولايات المتحدة عندما تنظر إلى ما حدث مع حسنا أول شيء هو سلامة البنوك هناك كما تعلم كان عندنا على الأقل اثنان من أكبر عشرين بنكا في الولايات المتحدة فشلت في العامين الماضيين وهذا أحد الأشياء ثم رقم اثنين ما حدث بشأن تجميد الأصول الروسية وقد كان لهذا القرار أيضا تداعيات كبيرة على طريقة تفكير الناس لأن الأمر لا يتعلق بمسألة ما إذا كان تجميد تلك الأصول قرارا جيدا أم سيئا إن الأمر يتعلق ب إنه يشكل سابقة أليس كذلك؟ إن كنت لست مقيما في تلك البلدان وأنا من بلد يوجد معه خلافات حسنا هل أصول آمنة؟ وهنا حيث في فرصة حقيقية هنا بسبب الاستقرار الاستقرار المالي الاستقرار السياسي والانفتاح وبالطبع كل ما نسمع طوال الوقت جودة الحياة السلامة وما إلى ذلك ولكني أعتقد حقا أن محركات التدفقات القادمة إلى هنا سوف تدور حول الاستقرار المالي والاستقرار السياسي تمام صحيح إذن لقد تركت لي العديد من الأبواب لأفتحها وزي ما قلت فيه في أبواب كثيرة مفتوحة دعني أحاول الدخول في هذه الأمور بسرعة واستكشافها لذا فإن أول ما لاحظته كما تعلمون وأتفق معك تماما هو ما أسميه عدم الترابط بين البراعة الرقمية والثراء أليس كذلك؟ لذا كلاسيكيا واعتذاري للأشخاص الموجودين هناك لقد كنتم أغنياء وكنتم غير متمرسين في التكنولوجيا الرقمية إذا كان هذا الوصف مناسبا كنت بحاجة إلى شخص يناديك أو يمد لك يد العون وكان هذا هو النموذج صحيح؟ الآن عندك شباب وفتيات صغار أو حتى الجيل الأكبر سنا وهم أكثر دراية بالتقنيات الرقمية وما يمنعون في الحصول على معاملة خاصة ولكنهم لا يحتاجون بالضرورة إلى نقلهم إلى أفضل فرع في البنك اللي تتعامل معه أليس كذلك؟ كيف تعتقد أن البنوك اللي تعمل منذ عقود وفق نموذج معين لنسبة صغيرة جدا من الناس مع مبالغ ضخمة جدا من المال كيف يتكيفون؟ إلى هذا النوع من عالم الفيجتال أو ما يجمع ما بين المادية والرقمية هناك العنصر المادي اللي ما يختفي ما أرد لك في المستقبل القريب لكن هناك الكثير من التكنولوجيا أليس كذلك؟ التحدي لا يكمن بالضرورة في التكنولوجيا المتاحة لللاعبين مثلك وبعض أقرانك المتواجدين هناك ما هو التحدي الكبير اللي تواجهه هذه البنوك؟ من هم الأقران؟ حسنا لكن ما هي التحديات؟ فهل تواجه هذه البنوك حقا مشكلة في الأمد القريب؟ نعم ولذا أود أن أجيب على هذا السؤال من جانبين لأنه من الواضح هناك مثل التغيير هو ما يدفع الاستثمارات التكنولوجية ولكن هناك أيضا فرصة لخدمة مجموعة أكبر بكثير من اللاعبين أليس كذلك؟ حسنا حنصل إلى تلك النقطة في لحظات نعم وهذا مثير للاهتمام للغاية لأن أجرينا الكثير من المقابلات مع العديد من الأفراد ذوي الثروات العالية وزيما أن الموضوع المشترك الذي تحصل عليه هو ما زلت أرغب في التحدث إلى شخص ما ولكن إذا لم يتمكن بنكي من الحصول على تطبيق لائق فكيف يمكنني أن أثق في بنكي؟ هذا هو جوهر الأمر عزن وإنما يريدون أن يتمكنوا من فعله هو القيام بمجموعة من الخدمات الذاتية مثل أن يقوموا بالاشتراك في صندوق الاستثمار الخاص على هواتفهم صحيح؟ إذا كنت أحد المشتركين المعتمدين فهم يريدون أن يتمكنوا من الوصول إلى الأفكار والأبحاث المصممة خصيصا لهم بطريقة قابلة للاستيعاب أليس كذلك؟ إنهم يريدون التعرض للأفكار ويريدون تجربة جيدة حقا مثل تطبيق للهاتف هذا ما نريده جميعا أليس كذلك؟ ما يجي فرق ولكن بالطبع في نفس الوقت حلول الاستثمارية كلاسيكية معقدة تم التفكير فيها من خلال تحليل المحفظة الاستثمارية وتحليل السيناريوهات كلهم يبقون هناك يجب أن يتغير التوصيل بشكل كبير من إذن كنت تسأل ما هي العوائق ولكن ما هي التحديات؟ إذن كيف تتعامل البنوك مع هذه المشكلة؟ من الممكن القول نعم سوف نستثمر أكثر فأكثر إذن هذا صحيح أنا ما أتفق معك فويلا بشأن حسن عندك لعبون هناك في الواقع ليس عندك الكثير من اللاعبين هناك هذا ما نريده أن ينرفع له لذا إذا فكرت في المنافسة على نطاق واسع وأنت تعرف المجال جيدا عندما تنظر إلى مقدم خدمات إدارة الثروات الأساسيين وليس نوعا ما مثل الروبوتات المفصلة للغاية التي تلبي احتياجات الجماهير معظم هذه الشركات لذا الأصغر عمرا اللي يمكنني التفكير فيها هو 25 عاما هسنا وعلى سبيل المثال السويسريون الكبار أو الأمريكيون الكبار فإنهم يبلغون من العمر 40 عاما أكبر منافس لنا في رأيي تم تأسيسه في عام 1085 والشركات الأخرى تم تأسيسها في عام 1088 إذن هؤلاء الناس وبالمناسبة مثل الشركات الكبرى عندما تأسست تم تأسيسها بفكرة لكي تدير بنك خاص تحتاج إلى دفتر حسابات في الخلفية صحيح؟ والباقي سيكون المستشار وبالطبع مع مرور الوقت حاولوا الاستثمار وما إلى ذلك لكن الأساس لم يتغير أبدا وحتى بعض هؤلاء اللاعبين عندما يقولون أن السحابة عندهم حل سحابي هو الحسوب الرئيسي على السحابة تمام لذا الانتقال إلى السحابة لا يعني أنك قمت بتغيير كل شيء بالضبط إذن لديك هؤلاء الإرث من اللاعبين في المكتب الخلفي أليس كذلك؟ لذا فإن هذا لا يناسب حقا الفاتورة ولا يساعدك في التحول الخاص بك هذا يشبه إلى حد ما مجموعة واحدة من الحلول ثم عندك المهاجمون الليم سوف يكونون أكثر تركيزا بدلا من الإعجاب بما يقدمونه إذن حيكون عندك شركات التخطيط المالي هزنا سوف يكون عندك نوع من شركات الوساطة مثل شركة التكنولوجيا سوف يكون عندك شركة لبناء المحفظة تكنولوجيا يتعين عليك جمع كل ذلك معا لكن عليك التركيز على نقطة الضعف صحيح وحتى هؤلاء اللاعبين إنهم لا يقدمون لك تجربة الواجهة الأمامية التي تحتاجها حقا ولكن مثل زي ما تعلم نوع من إذا لم يكن هناك لاعب مثلي فمن المحتمل أن أحاول ربط الأشياء معا وهذا يكلف الكثير من المال ويخلق الكثير من المخاطر تحتاج إلى فريق عظيم للقيام بذلك بجزاء هذه من النقطة الأساسية في خلافنا واللي هي في الواقع لا يوجد لاعب حقيقي يقدم لك متجرا واحدا متكاملا يلبي جميع احتياجاتك وما أقصد بذلك هو أنه يلبي من منظور القدرة كل ما تحتاجه واجهات أمامية رائعة لمستثمريك واجهات أمامية رائعة لمديري العلاقات عندك مع كل التحليلات المتعلقة بالإنتاجية التي تحتاجها تطبيقات رائعة وعمليات التوجيه والتخطيط المالي والوساطة وبناء المحافظ والأداء والتحليلات لذا فهي بمثابة متجر شامل للقدرات التي تلبي جميع نماذج الأعمال الخاصة بك لقد تطرقت إلى هذا الأمر قليلا أليس كذلك؟ ولكن كما هو الحال مع الطريقة التي ننظر بها إلى إدارة الثروات فهي عبارة عن تداول موجه ذاتيا أي بشكل هذا الجزء الأكبر من المنطقة هنا إنها استشارة آلية وهي في بدايتها يمكننا تحدث عن هذا عاكب لحظات إنها عملية استشارية وإدارة محفظة تقديرية وهما في الواقع الجزآن الذين تجني البنوك الخاصة من خلالهما أموالها إذن إنها أمور تخص إدارة المحفظة التقديرية دي بي ام بالطبع تمام لذا بالانتقال من ذلك هناك بضعة أسئلة يجب طرحها لذا السؤال الأول ومرة أخرى ما ربما أكون مخطئا تماما ولكن هل تعلم ما الضرر في طرح سؤال غبي؟ هذا أعتقد أن هذا هو حقي هنا لذا بالنسبة لعدد من البنوك على مدار السنوات التي رأيتها بالفعل فإن إدارة الثروات لم تتخط كونها قناة لوظيفة إدارة الأصول نعم صحيح لذا فهو مثل قريبك من بعيد لا يتم الاهتمام به كثيرا سمة ألمونيا نحن ننتج كل هذه الأصول الإدارية هذه ما يسمى بالمحافظ ونستخدم إدارة الثروات لبيعها في السوق ونكسب المال حسنا نعم أنت الآن بالأساس تقلب الموضوع رأسا على عقب أليس كذلك؟ وأنت تقول بالمناسبة ما أنت فيه في الواقع هو إدارة الثروات تعتبر إدارة الأصول جزءا أساسيا من جهودك لتعظيم قيمتك المالية ولكن إذا كنت تريد حقا أن تكون أفضل مدير ثروات فيتعين عليك اعتماد القليل من البنية المفتوحة ويتعين عليك أن تتجاوز قدراتك الخاصة في إدارة الأصول وهنا سؤال لك أفترض أن هذا يخلق الكثير من التوتر داخل هذه المؤسسات أليس كذلك؟ كيف ترون أن البنوك ستتعامل مع هذا الأمر؟ هل شوف نوعين من البنوك؟ هناك من يقول نعم هذا هو الطريق إلى الأمام وسنذهب إلى البنية المفتوحة وسنعمل على تحسين قدراتنا في إدارة الأصول لأنه في نهاية المطاف يمكننا تحسين أصولنا وهناك آخرين يقولون لا سنستمر في الترويج لما ننتجه ونعم سنعطي أهمية أكبر قليلا لرجال إدارة الثروات من خلال منحهم تطبيقا وعددا إضافيا من المستشارين إذن كيف ترسو؟ هل هو ثنائي الأقطاب كما شرحت؟ لأنني أعاني من هذه العادة السيئة المتمثلة في تحويل العالم إلى أبيض وأسود ما هي تجربتك؟ هل كان هذا سؤالا غبيا؟ حسن لا أعلم يا رجل إنه سؤال أنا أفكر طويلا وبجد في كل يوم لذلك أنا أحب الإطار اللي يتم فيه وضع هذه الصناعة لإدارة الثروات والأصول أقسمها لاثنين عندك التصنيع وعندك التوزيع وفق هذا ما هو صحيح تماما فيما قلت وهذا الأمر أكثر خصوصية في السعودية حيث تكون أذرع الاستثمار منفصلة عن البنوك مثل الكيانات القانونية وكذلك فرق الإدارة وفي السعودية على وجه الخصوص عمليا من خلال عقد مثل إدارة الثروات غير موجودة فعليا إنه بالضبط زي ما قلت مجموعة من مديري الأصول يقومون بإنشاء المنتجات وأفوا على التعبير يقومون بفرضها على الناس منتجات جيدة عوائد مغرية معك حق أنه حتى على المستوى العالمي حتى وليس لهم أن يتعامل مع بنك جي بي مورجان في الولايات المتحدة لما اتصلوا بي حاولوا الضغط على جي بي مورجان يعتبر مدير أصول كبير كفء للغاية لذلك فهذا شيء ما تصفه صحيح جدا وودا أقول أن هناك بضعة أشياء ولا أعتقد أنها متناقضة لأنني إذن هيكون عندك أدرك الجميع أنه من أجل بيع أموالهم الدعائية عليهم العمل على التوزيع إنهم يحالون ذلك إنهم يفعلون ذلك نعم وهذا أمر لا يحتاج إلى تفكير ثم عندك السؤال الثاني وهو عندما آتي وأقول لهم أنظروا عندي سوق سوف تكون قادرا على الوصول إلى ملاحظات منظمة من أطراف ثالثة وأصول بديلة من أطراف ثالثة وأصول رقمية من أطراف ثالثة يعني أصول الرقمية ما يمتلكوها أبدا لكن الأصول الرقمية عندك بعض الأشخاص اللي يقولون لكن لكن انتظر سوف تأخذ التدفقات بعيدا عن منتجاتي ولكن عندما تفعل ذلك حقا عندما تتحدث إلى رئيس الخدمات المصرفية الخاصة أو إلى الرئيس التنفيذي فإنهم يقدرون حدوث ذلك أوافقك حسنا وفي الواقع ما يرون بأنفسهم هو أنه عندما يطلب العميل منتجا وهو غير موجود فإنهم يذهبون إلى مكان آخر صحيح؟ إذن يصبح الأمر حسنا بأن حاولوا الترويج لمنتجاتنا ولكن إذا كنت تريد الاحتفاظ ببعض الأشخاص فأنت بحاجة إلى الحصول على أموال جولدمان هناك وصندوق أبولو هناك إنها ضرورة وأعتقد أن الناس وصلوا إلى هناك ولكن نعم أنظر إنه شيء ذكرت سابقا إن صعود المنصات البديلة يوقظهم لهذا الأمر أليس كذلك؟ لأن عندما يكون عندك مهاجم يقوم بشيء بسيط مثل تقديم أسهم دولية على الرغم من أنك لا تجني أي أموال من هذا العمل إلا أنه يحرمهم من التدفقات أليس كذلك؟ الأسهم العالمية بأسلوب التداول الذاتي نعم نعم لذا الناس يصلون إلى هناك إذن لذا وصلت إلى هناك وهأقول لك شيئا لذا كما تعلمون هذا البرنامج مخصص لك وليس لي هذا هو نوع من فرضيتي أو هنا رأي اللي ليس له قيمة الطريقة اللي أراها بها هنا هي هناك تحول أساسي من كونها منظمة تركز على المنتج إلى كونها منظمة تركز على العملاء أو العملاء أنا أكره كلمة مركزية العملاء عذرا التركيز على العملاء أعمال تركز على العملاء والجانب الإيجابي في هذا هو ما يلي لذا فإن الجانب الإيجابي هنا هو أنه سيؤدي إلى إثارة أمرين أو ثلاثة سيؤدي ذلك إلى تحسين وظيفة التصنيع لديك لأنه في الواقع سيكون عليهم التنافس أليس كذلك؟ ومش هناك أي سبب يمنعهم من المنافسة بشكل أفضل لأنه زي ما قلت فإنهم يصنعون منتجات جيدة ويمكنهم صنع منتجات أفضل ثانيا سوف تجد في الواقع طريقا آخر لكسب المال لأنه إذا لم تفعل ذلك فسيفعله شخص آخر أليس كذلك؟ لأن الحاجة لا تزول كل ما يحدث هو أن الحاجة تذهب إلى شخص آخر وأعتقد أن الأمر الثالث والأهم هو أنه في نهاية المطاف وأعتقد أنك لخصت الأمر بشكل جيد للغاية فإن الجميع سيحاول المشاركة في السوق أليس كذلك؟ إن عدد العملاء محدود والاحتفاظ بهم سيكون أمرا بالغ الأهمية والاحتفاظ بهم له تكلفة ومن الأفضل أن تأخذ هذه التكلفة مقدما من خلال قبول حقيقة أن هناك مجموعة أوسع من العروض التي تحتاج إلى تقديمها وعلى مدى فترة من الزمن عندما تصبح قادرا على المنافسة ربما تزيد حصتك من المحفظة لكني لا أعتقد أن ما تفعله هو عدم تقديم شيء لشخص ما أليس كذلك؟ هذا صحيح تماما أنا أتفق مع كل ما قلت أنا عدا النقطة الأولى تفضل أنا لقد كان شعرا في الحياة دائما هو أنا أحاول أن أكون صادقا بشدة قدر استطاعتي وما أعتقد أن المنافسة تخلي المنتج الداخلي أفضل بالضرورة إنها مخاطرة إنها موجودة قد تخلها أفضل قد تخلها أسوأ ولكنها موجودة وهكذا حيث أنت على حق أعتقد حقا أن الأمر بشكل عالمي موجود في كل القطاعات الشخص اللي يملك العميل هو الفائز الشركة اللي تمتلك العميل هي الفائزة وما ما زال أجده غير مفهوم لماذا إنستغرام ما ما يتحلس معي قط صحيح؟ إنه يبيع لي الشامبو ويبيع لي ملابس السباحة يعرف احتياجاتي بشكل مذهل وأفضل بكثير من البنك اللي أتعامل معه اللي يستطيع أن يسألني أي سؤال يريده اللي من المفترض أن يدير مستقبلي المالي ومستقبل أطفالي المالي هذا الشذوذ نحتاج إلى إصلاحه هذا هو السبب اللي خلنا في هذا العمل هذا لا معنى له ومثلا عن رسالة الأمل للمؤسسات المالية أنت على حق عدد الأشخاص محدود ولكن اللي يمكنك فعله بمجموعة أصولهم في الواقع غير مستغل في المجمل أعتقد أن الاحتياجات أوسع بكثير مما يفهمه المرء وأعتقد كما تعلمون أنكم قد رأيتم ظهور الاستثمارات البديلة حيث يستثمر الناس في كل شيء بدءا من السيارات المجزأة إلى أصناف النبيذ إلى المنازل في أجزاء مختلفة من العالم وما إلى ذلك وهكذا دواليك اسمح لي أن أغير دفة الحديث مرة أخرى كما تعلم لقد ذكرت شيئا في البداية الشباب لديهم المزيد من المال هناك المزيد من التكنولوجيا أليس كذلك؟ ومثل أي مستشار جيد فإن نرفض ديمقراطية إدارة الثروات أعنا وبالنسبة لي فإن ديمقراطية إدارة الثروات إذا قمت بتحليلها بشكل دقيق تتعلق بحقيقة أن تطبيقات التداول جعلت أسواق الأسهم أسهل في الوصول أليس كذلك؟ لقد شهدنا ظهور الروبوتات على مدار العقد الماضي أو نحو ذلك كما تعلمون كان ذلك بمثابة رحلة ممتعة لدي بضعة أسئلة لك وسأطرح الأسئلة مقدما حتى تتمكن من الإجابة عليها مرة واحدة السؤال الأول هو هل رأيت حقا الديمقراطية؟ هل تعتقد حقا أن كل هذه التكنولوجيا أدت إليها؟ السؤال الثاني لك هو هل جلبت الديمقراطية بعض المخاطر المتأصلة التي لم يفكر فيها أحد مننا؟ لأنه في الواقع زمد أعلمون لا تتركنا الأطفال تلعب في مجالات حيث لا يعرفون الحدود تماما أليس كذلك؟ لا تعلم هناك الكثير من القصص التي أعرفها أين وصل الناس لا تعلمون فإن إهدار الأموال على نفتيز كان فكرة رائعة لما ظهرت نفتيز لأول مرة ليس لدي أي شيء ضد نفتيز لكني أعتقد أن الناس كانوا يستثمرون فيها بلا تفكير لأنهم لم يكن لديهم أي فكرة عما يستثمرون فيه ويمكننا أن نقول نفس الشيء عن الأسهم لأكون صادقا معك لذا الأمر لا يتعلق فقط بالعملات المشفرة أعتقد أنه بشكل عام دعنا نجيب على هذين السؤالين ثم أريد حقا التحدث قليلا عن الروبوت معك بشكل منفصل إذن الديمقراطية هل رأيت ذلك حقا؟ لذا لحونا نبدأ بالأخير المخاطرة الناس يحبون الأدرينالين يحبن المخاطرة نشوفك في المقامرة نشوفك في بعض الأجزاء المهمة من العملات المشفرة أليس كذلك؟ في بعض الأحيان يخدعون أنفسهم بالاعتقاد أن الأمر سيكون مختلفا هذه المرة أنا أصدق الفوز والآخرون لا يستطيعون حسنا إن جزء من الطبيعة البشرية إن مزيج من الجشع ومجموعة من التحيزات السلوكية حسنا بالتأكيد ما رأيناه على مدى السنوات الثلاث الماضية قد هدأ الآن ولكن السبب في ذلك هو ظهور التداول اليومي وما الذي سهل ذلك؟ إنها مجموعة من المنصات وهي مجموعة من الأدوات مثل لقد لعبت قليلاً مع كما تعلم صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة الثلاثية السلبية مثل S&P 500 إنه أسهل شيء يمكن شراءه وإذا ارتفع مؤشر S&P بنسبة 1% بتخسر أنت بنسبة 1300 من السهل جداً أن تنخرط في إن هذا الأمر كما تعلمون نحن متكلف عن التلعيب إن الأمر كله عبارة عن لعبة في حد ذاته لا تحتاج إلى جعله لعبة يعني كما تعلم إنها لعبة شراء بيع النظر إلى النتيجة إنها لعبة وأنت على حق تماماً في هذا الأمر على وجه الخصوص عندما تقوم بتمكين أشياء مثل الإقراض بالهامش ولا تحتاج إلى الانتظار حتى يصل إليك المال لقد فقدت نفسك لذا فذا أمر محفوف بالمخاطر هذا هو الجزء السلبي الآن لما نتحدث عن الإيجابيات فنحن نقدم للناس المزيد من السبل لإدارة وتنمية رخائهم مقارنة بما كان عليه الحال قبل عشرين عاماً حيث كان بإمكانك شراء منزل صحيح وفي عالم لا يتزايد فيه عدد السكان بالضرورة ربما لا تكون العقارات هي فئة الأصول التي ستحظى بالاهتمام في المستقبل لذا هذا هو السبب الأول الرقم اثنان نحن أيضاً عندما نتكلف عن الديمقراطية فهي إنها بعض الأشياء إنه الوصول إلى الأصول المالية في حد ذاته لذا فإن الأمر يتعلق بوجود هذه التطبيقات هذا يحدث إن الوصول إلى الأدوات أليس كذلك؟ أكثر من الأسهم المحلية والأسهم الدولية والدخل الثابت المحلي هذا يحدث ببطء إن المنطقة متأخرة جداً في الانضمام إلى اللعبة ولما يتم تمكينها تكون الرسوم مرتفعة للغاية لكن سنصل إلى هناك إنه الوصول إلى نصيحة تعزز نجاح الأدوات الآلية والموضع حيث ستصبح التكنولوجيا مفيدة جداً لأن أي شخص تقل قيمته عن 5 ملايين دولار ليس مربحاً للبنك حيث سأقدم لهم المشورة خذ من وقت مستشاري ودبر أمر تلك العلاقة إنها ليست علاقات مربحة بالطريقة التي تسير بها الأمور اليوم إذن ماذا تفعل؟ نعد جلبت التكنولوجيا يمكنك القيام بالتخطيط المالي بطريقة سهلة للغاية ويمكنك اختيار المحفظة الاستثمارية بطريقة بسيطة للغاية وزي ما تعلمون فإن أغلب الناس ما يعرفون حدود ماركويتس أو لا يهتمون بها قد كان عندهم بعض المال جانباً ويريدون فقط تنميته أليس كذلك؟ وهم لا يفكرون فيه حسناً ولكن ما هو الأسرع؟ الكثير من الناس عندهم فقط خمسين ألف دولار جانباً وفيش عدد كبير من الأشخاص الذين يريدون فقط معرفة شيء ما يمكنهم فعله بهذا الأمر والثروة كانت ماهرة في ملاحقة هؤلاء الأشخاص هناك الكثير من الناس مثلي الذين ربما يملكون أكثر من خمسين ألف دولار بقليل لكنهم يملكونها نقداً لأنهم لا يملكون الوقت وهم لا يثقون بمستشاريهم لأن في كل مرة تحدثت مع أحدهم حاول أن يبيعني منتجاً مشكوكاً فيه حقاً إنها باهظة الثمن للغاية بس إني أود أن أخوض في عملية تفكير مع إمكانية وجود مستشار جيد أو آلة أليس كذلك؟ وهذا يساعدني نوعاً ما على توجيهي وأيضاً إلى أين لا يتعين علي أن أفعل عشرة أشياء للوصول إلى هناك كل ما أقوم به هو نقرتان وأصل إلى هناك صحيح؟ وبالتالي نعم عملية التحول الديمقراطي تحدث ببطء وأعتقد أن التكنولوجيا هي الحل لأن السعي وراء هذا السوق لا يأتي إلا من خلال التمويل من منظور العادة الاقتصادي من البنك تحتاج إلى التكنولوجيا للذهاب إلى هناك تمام حلنا ننتقل إلى التقنيات الآلية نعم وأنا أعتقد إذا كما تعلم سأريكم عمري لأنني كبير السن إذا بعدك كنتم موجوداً منذ بدايات ظهور كلمة روبو إنما ظهرت بشكل أو بآخر ومن أجل البرنامج ما أذكر أسماهم معظمهم كانوا في الولايات المتحدة نعم صحيح؟ وراءنا هذا النوع من النشوة حول الاستشارات الآلية كما تعلمون الآن يمكنك الحصول على النصيحة بالفعل كما تعلم هناك أداء متاحة وهذه في مرحلة مبكرة أنا متأكد من أنه كان هناك مستوى معين من التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي قيد الاستخدام حتى في تلك المرحلة والذي يمكنه النظر إلى معايير المخاطرة الخاصة بك وطرح 25 إلى 50 سؤالاً عليك والتوصل إلى محفظة نعم وبعد ذلك يساعدك في بناء محفظتك الاستثمارية وتنفيذ محفظتك الاستثمارية وفجأة شعرت بأنك أكثر من مجرد متداول يومي أليس كذلك؟ لذا فأنت لا تقوم فقط بشراء أسهم أبل أو أي شيء آخر نعم لقد كنت تحصل على محفظة كاملة والتي يمكن أن تشمل كل شيء من صناديق الاستثمار المتداولة إلى أي شيء آخر أليس كذلك؟ يعني ثم بدأنا نرش أن هذه الروبوتات كانت تنمو ولكنها لم تكن في الواقع تتفوق على بعض البنوك وأدركوا أن هذه فرصة عظيمة لشراء هذه الروبوتات لأنها تفتح لنا شريحة سوقية جديدة تماماً وتكلفة اكتساب العملاء أقل بكثير لذا لماذا لا نفعل ذلك؟ ثم بدأ هذا الحوار المثير للاهتمام للغاية وهو أن الروبوت يحتاج الآن إلى روبوت مساعد لأنه بعد مستوى معين من التعرض يقول الناس نحن بحاجة إلى شخص ما على الجانب الآخر كما تعلمون نوع من الاتصال البشري سواء كان ذلك عبر الهاتف أو أي شكل آخر وهكذا كما تعلمون نحن في مكان ما في هذه الدورة الآن تم شراء بعض الروبوتات والبعض الآخر لم يتم شراءه وكما تعلمون بعضهم قد وصلوا بشكل مستقل كما أظن إلى مرحلة معينة حسب أن في هذه المنطقة نخوض محادثات مماثلة للغاية في الوقت الحالي لذا عدد من البنوك ومن الواضح أنني أعمل في شركة استشارات إدارية وأعمل في عالم التكنولوجيا المالية والخدمات المالية لذا فأنا أتحدث إلى عدد منهم وكما تعلمون فإنهم يمارسون ما أسميه محادثات روبوتية محادثات شبه آلية نعم صحيح نعم ما هو رأيك حول الروبوت؟ ما هو الجيد وما هو السيء؟ ما هو نوع إصدار الروبوت اللي تتوقع ظهوره في هذا الجزء من العالم؟ وأين تعتقد مكان تواجد الدلتا كما نبحث اليوم؟ نعم هناك بعض الأشياء اللي يجب توضيحها هناك حسنا اللي سوء الحظ كوني الرجل على الجانب الآخر حسنا أنا أتذكر لذا أتذكر عندما ظهر بيترمنت نعم وكان ذلك حقا بالنسبة لي كالرائد في المجال أليس كذلك؟ ونظرت إلى هذا شتاينر أعتقد أنه جوناثان شتاينر إذن جاء المؤسس المشارك إلى كلية إدارة الأعمال مثل بعد عامين من تأسيسها كنت في رهبة مما كان عليه لقد كانت فكرة رائعة وسألته يا صديقي لماذا لا تفعل البنوك هذا؟ يبدو الأمر كما لو أن لديهم العملاء لديهم الأموال وألي بصراحة مش عندي إجابة لك منزم بيترمنت أنت تعلم أعتقد أن الروبو لفترة من الوقت وبدرجة أقل مر بجنون مثل هذا نراه مجال العملات المشفرة نراه في مجال الذكاء الاصطناعي من المحتمل أنهم يديرون أصولا بقيمة 60 مليار دولار ولكن هل حققوا أحلامهم الاقتصادية؟ لا أنا ما أعتقد ذاك أوافقك لديك بالفعل قصص نجاح تقود إلى الثروة ويرجع الفضل في ذلك في الغالب إلى شركة Near Intelligence وهي شركة ناجحة للغاية في الواقع لكنهم يكسبون 100 مليون دولار من المؤشر المالي إيبت دا لأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وهو أمر مذهل بالمناسبة أعني إذا استطعنا إذا تمكنت من تحقيق ذلك فسأكون سعيدا جدا أليس كذلك؟ وأمل أن يحدث ذلك إنها شركة رائعة ولكن كما تعلمون فإن Drive Wealth مثل الإبن الناجح للروبوت الذي تم شراؤه بواسطة UBS مما سيجني 100 مليون دولار بيتة في بيئة ذات معدل مرتفع للغاية حيث يأتي معظمها من Near Intelligence إذا هذا يثير في حد ذاته تساؤلات حول نموذج الأعمال صحيح؟ لذا ما الطريقة اللي أفكر بها عن الروبوت بالنسبة للبنك إنه جزء من مجموعة الأدوات أليس كذلك؟ وفي الواقع بصراحة الطريقة اللي نتعامل بها مع الروبوتات تخلنا نعتبرها جزءا من الحزمة مثلا أنا ما أقوم بتسعير الروبوت بشكل منفصل لأن إذا كنت بنكا ولديك امتياز الخدمات المصرفية الخاصة المال في البنوك الخاصة إذا كان عندك بنكا ولديك الامتياز التجاري وليس عندك قدرات تقنية رائعة فهل يجب عليك تمكين التداول الموجه ذاتيا أولا أليس كذلك؟ الروبو يأدي في المقدمة إنه جزء من ترسانة نماذج الأعمال نماذج الأعمال اللي تنطلق من الاستشارات الروبوتية ذاتية التوجيه دي بي أم ستحقق أرباحا أكبر بكثير من تقديم الاستشارات وإدارة المحافظ بشكل تفويضي دي بي أم مقارنة بما تحققه من تقديم خدمات الروبو الاستثمار الآلي من حيث السعر والوقت والحجم هذه وجهة نظري أعتقد أن عندك لعبين رائعين في السوق حقا يحملون الصليب يقومون بالحركات يقاتلون وكما تعلمون أعتقد أن اثنين منهم في الواقع مستدامان أرى أيضا الكثير من الأشخاص لقد رأيت الكثير من الحلول التافهة التي لا تأخذ الأمر على محمل الجد حقا ويعتقدون أنه مع عشرة أشخاص فقط ستمكن من إذن لقد طرحت نقطة جيدة جدا اعتذر على مقاطعتك رينكي دينكيو روبو هل لا ترى لاعبين في مجال التكنولوجيا المالية على وجه التحديد أو في مجال تكنولوجيا الثروات اللي ما يدخلون مجال الروبوتات هل تعتقد أن هناك مساحة في هذا السوق لما أسميه الروبوت بي تو سي أم ينبغي لهم جميعا أن يكونوا بي تو بي تو سي وأن يعملوا من خلال البنوك حسن عندك ثنائية أنا شكي ذلك العروض هي ما أريد الخوض في هذا الموضوع لأني أعرف بعضهم جيدا وأنا أعرف الأرقام إنهم بخير إنهم بخير نعم وهم متوسطون نعم بسني لا أعتقد إنهم سينطلقون كما هو الحال مع بيترمنت وزي ما هو الحال مع درايف ويلث كما تعلمون إنها التكنولوجيا المالية في الخدمات المصرفية إنها نوعا ما نفس القصة دائما مع بعض الاستثناءات مثل لا توجد عندك الثقة اللي يتمتع بها البنك ولا تملك العميل الأسير اللي يتمتع به البنك وربما يكون القطاع المالي هو المكان اللي يوجد فيه أكبر قدر من الجمود في نقل العميل من مكان إلى آخر لقد حاولت الحكومات كما تعلمون في المملكة المتحدة إذا نظرت إلى تركيز البنوك الأربعة الكبرى منذ عشرين عاما مضت وحتى اليوم ما المقدار اللي تحركت به؟ نقطتان ما زالت أعلى من ثمين في المئة وحاولت الحكومات تفكيك البنوك وهذا في كل مكان إنها في كل مكان لذا أنا حقا لا أعتقد أنه أمر رائع أن يكون هناك لاعبين يبتكرون في مجال بيتو سي هل سأفعل؟ لقد وضعنا رهانا آخر في ألفية من الواضح نحن نعتقد أن الفرصة الكبيرة تكمن في تعزيز ومساعدة البنوك على اجتياز هذا التحول لذا أنا لا أؤيد نموذجك هذا العرض ما يهدف إلى تأييد نموذجك بس مهما كان الأمر يستحق وأعتقد أن ما أقوله لا قيمة له ولكن هذا هو رأيي أظن بالنسبة لي روبو في هذا الجزء من العالم يعتبر بيتو سي بمثابة صالة العرض الخاصة بك صحيخ؟ أنه مكان رائع للابتكار والتعلم منه إذا كنت تستطيع تحمل التكاليف لكني أعتقد أن الفرصة الحقيقية تكمن في نموذج بيتو بي أو بيتو بي تو سي لأني أعتقد أنه مع كل ما سيأتي والذي يتمثل في الخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح وحقيقة أنك رسمت هذه الخطوط والتي تتمثل في تداول الاستشارات الآلية لإدارة المشاريع فإن كل هذا متكامل ومن المضحك أن العميل في الأعلى يطوف قطعا صحيح؟ أنه ليس لقد ولت تلك الأيام اللي كان يتم فيها تقديم الخدمة لهذا العميل بهذه الطريقة فقط وكان هذا العميل يذهب فقط قد يكون هناك رجل ثري للغاية يريد فقط الدخول إلى تطبيق التداول الخاص بك وإجراء المعاملات في أبل في الساعة ثلاثة صباحا لأنه يشعر بالرغبة في فعل ذلك قطعا وفي نفس الوقت يريد أن يتمكن من الوصول إلى يخت والشيء الآخر هو أعتقد أن إدارة الأصول تلعب دورا متزايدا أليس كذلك؟ وخاصة إذا بدت تريد أن تبدأ في تحقيق هوامش ربح كبيرة لأنك تريد أن تكون الشركة المصنعة للمنتج الذي تقوم بتوزيعه أعتقد أن شركات التأمين تحدد المسار فقط للحصول على القليل من المعرفة اعتدت أن أعمل بالفعل مع شركة أكسا لذلك اعتدت أن أعمل مع مدير الاستثمار في شركة أكسا وأتذكر اليوم الذي اضطرت فيه شركة أكسا وهي شركة تأمين إلى التوجه إلى الهندسة المعمارية المفتوحة لأننا أدركنا أن بيع منتجات إدارة الاستثمار في شركة أكسا فقط ليس هو الطريقة إلى الأمام نود أن نخرجه على أي حال هذا لا يتعلق بمرة أخرى إذن قلنا ننتقل من الحديث عن الروبوت سأخذ هذا الأمر للأمام من حيثه من لتقدر الفاية ولكني حصيغ السؤال بطريقة مختلفة بعض الشيء الآن أسمع الكثير من الناس والكثير من الخطابات التي أسمعها هي كما يلي روجر فريد من نوعه بالنسبة لأرجون أليس كذلك؟ ليس فقط لأنه في عمر مختلف ولكن هناك الكثير من السمات الفريدة بيننا أليس كذلك؟ ومن الناحية الكلاسيكية كانت عروض إدارة الثروات عامة إلى حد لا يصدق الجميع مجبرون نوعا ما على ثلاثة أو أربعة دلاء أليس كذلك؟ أنت إما تتجنب المخاطرة تماما أو تجازف الحقيقة هي كما تعلمون أنها تشبه أكثر فأكثر بدلة مخصصة أليس كذلك؟ إذا كنت حتدخل عالم Hyper Customization ثم يسمح لك الذكاء الاصطناعي بالقيام بذلك فهل تعتقد أنه أصبح أكثر أهمية؟ هل من الممكن لمنصات إدارة الثروات الناجحة الروبوتات أو غيرها أن يتكون قادرة على القيام بهذا Hyper Personalization؟ وهل هذا شيء تعتقدون أنه بالغ الأهمية كمنصة؟ أم أنك تعتقد أنه هذا مجرد مجموعة أخرى من الأشخاص اللي ميريدون فقط الترويج للذكاء الاصطناعي؟ حسناً ولذلك يقولون بأنه بحاجة إلى أربع ألاف شخصية إذن أخبرني ما رأيك في هذا الشأن؟ نعم لذا أعتقد أن Hyper Customization و Hyper Personalization هما شيئاً مختلفاً بعض الشيء بالتأكيد اللي ذا في أن Hyper Customization هو نوع من الأشياء المرتبطة بالمحفظة Hyper Personalization هو كيفية التعامل مع الفرد؟ أنا أتحدث عن السابق إذن التخصيص ننسى جانب ال Personalization لهنا متكلف عن التخصيص نعم لذا أنا مهتم شخصياً أكثر بنوع الدور الذي ألعبه في التخصيص المفرط وسأتطرق إليه بعد قليل تمام لأن لعدة أسباب أنا مجالس الأمر بالتخصيص المفرط معظم الناس ليسوا خبراء في الشؤون المالية أليس كذلك؟ حسنة خاونا فقط أنت تعلم إما أن تكون في الفئة اللي عندها مستشار ويخصص لك كل شيء ويرشدك خلال الرحلة ويحتفظ بهذا الوهم بأنك تتمكن من التغلب على السوق وهذا يبرر الرسومة ونأمل أن يفعل ذلك أو ليس لديك هذا المستشار أليس كذلك؟ وفي هذه الحالة إما أنك تتمتع بخبرة مالية أو لا معظم الناس السكان لأسباب وجيها للغاية ليسوا كما تعلمون الشخص العادي أن يعرفون حقا الفرق بين الأسهم والسندات ناهيك عن صناديق الاستثمار المتداولة فمن لي يحرك صناديق الاستثمار المتداولة؟ لقد كان الأمر سهلا ورخيصا بسيط صحيح؟ بسيطة ورخيصة نعم من لي يدفع الأصول البديلة؟ لأنه يتم دفعه من قبل الكثير من الناس ولأن الهوامش مرتفع للغاية وهناك كل البنية التحتية التي لذا عندما يتعلق الأمر بالتخصيص المفرط حسناً هل أعتقد أنه يمكنك القيام بعمل أفضل من المحافظة الخمسة التي تتوافق مع النماذج الأولية الخمسة؟ نعم هل أعتقد أنها تحويلية للجماهير؟ لست متأكد هل أعتقد؟ عذراً أنا بأسأل نفسي أنا أكره القيام بهذا حيث أسأل نفسي أسئلة وأجيب عليها ولكن مثل هل أفكر في ذلك قريباً بما فيه الكفاية؟ سوف تكون قادراً على تصميم هذه المحافظة الاستثمارية حسب رغبتك حتى يتمكنوا من تلبية احتياجاتك؟ كما تعلم افعل ذلك مثل استبعاد أسهم الدفاع من تلك المحافظة أو إعطاء التعرض لليابان؟ هل سيكون قادراً على فعل ذلك؟ أعتقد أنه في السنوات الثلاث أو الأربعة القادمة من خلال الذكاء الاصطناعي لأنه بخلاف ذلك فإنه ليس من الاقتصادي القيام بذلك صحيح؟ ولكن في الوقت نفسه أعتقد أن ما يهم حقاً لأنه سم تعلمون أن نتنقل بين الثروات الصافية العالية والجماهير ولكن أعتقد أن الآن نتحدث عن الجماهير الجماهير الغنية والأثرياء بالإضافة إلى أعتقد أن ما يهم حقاً هو التخصيص المفرط وماذا يعني ذلك؟ كيف أفكر في الأمر وكيف يرتبط ذلك بالذكاء الاصطناعي؟ وبالمناسبة أن أنا لا أتحدث عن الذكاء الاصطناعي التوليدي التعلم الآلي هناك أليس كذلك؟ لذا في ليف ثلاثة مكونات لكيفية تفكيرنا في التخصيص المفرط أفضل محادثة قادمة العرض الأفضل القادم الإجراء الأفضل القادم وهذه الثلاثة مع نوع من الارتباطات الخطية البسيطة نسبياً كما تعلمون يمكنك الحصول على عرض مادي أفضل مما لديك اليوم والذي ليس لديك منه أي شيء اليوم أليس كذلك؟ إذن خلونا نأخذ مثالاً هايبر آسف أفضل محادثة تالية حسناً انخفض مؤشر ناس داك بنسبة 6% و 5% خلال الأيام الثلاثة الماضية أنت معرض لسوق ناس داك ما هي الخيارات؟ أنا لا أفعل أي شيء كبنك أعلم أن لديك الشجاعة للقيام بذلك وأنا أعلم أنك تريد أن يتم إعلامك بذلك الخيار الثالث أتصل بك وأعلم أنك مجازف أنت مؤيد للمخاطرة وأخبرك مهلاً هناك فرصة شراء صحيح والخيار الرابع كان ينبغي لي أن أبدأ به أنا أتصل بك فقط لإبقائك على الطلاع أليس كذلك؟ أنا أقول للاتصال أنا أرسلك رسالة بالبريد الإلكتروني هل تعلم من الممكن أن أكون مستشارك؟ أو من الممكن أن أكون روبوتاً؟ أليس كذلك؟ هذا مثل لذلك فهذه هي المحادثة الأفضل التالية هذا رائع ما يمكنك الحصول على ذلك اليوم أنت تملك سيارة تيسلا انخفضت أسهم تيسلا بنسبة 2.200 ماذا تفعل؟ هاتكلف عن كيفية أن يعلو بالذكاء الاصطناعي التوليدي للتغلب على هذا النوع من أفضل إجراء تالي هو أنه نتفلكس الكلاسيكي تقدز أحب الناس مثلك تيسلا أو صندوق الاستثمار المشترك الأمريكي X أليس كذلك؟ هذا رائع أنت تجلس على تطبيقك أليس كذلك؟ عندك بعض النقود تحصل على هذه الدفعة ميلك للاستثمار هو أعلى مادياً إذا حصلت على هذه الدفعة مما لو لم تحصل عليها أليس كذلك؟ وسوف تكون سعيداً لأن أموالك ليست موجودة في حساب بنسبة 0 رسمية الإجراء الأفضل التالي هو عملياً بشكل أكبر أنه مهلاً حان الوقت لإعادة التوازن إلى محفظتك الاستثمارية صحيح؟ إذا لم تضعها كميزة تلقائية إذا كل هذه الأشياء يمكننا أن نخعلها اليوم صحيح؟ أنت لا تراهن أنك ربما استخبرني أنك في الواقع فهمت ذلك بس أني ما أعتقد أنك استحصل على أي من هذه الأشياء بنفسك اليوم في أنا مجرد مثال سيء للشخص لأنني أنا أدير كل شيء بنفسي صحيح إذلك أنا لا أستخدم أي استشارة أنا موجود على ما يقرب من نصف دزينة من المنصات ولكن ما ينبغي أن تكون على استشارة ينبغي أن يكون جزءا من تطبيقك أجل إنها كذلك تستمر التطبيقات في تحفيزي لكن لدي الكثير من التطبيقات لدرجة أنني لم أتمكن من حساب كل ما أقوم به باستمرار أنا فقط أحمق لذا أنا لا أنا لست عميلك المستهدف كما تعلم لقد انضممت إلى أحد هذه التطبيقات المعروفة بالاستثمار الاجتماعي وبعد أربعة أشهر أدركت أنني أمتلك 150 ألف دولار بالفعل عليه لأنني ذهبت للتو إلى لقد استمتعت بذلك ثم أدركت أن هذا هو أفضل الأسوأ على الإطلاق حتى بنكل شيء زيد لكن ليس الأمر كذلك إذن يا روجر أنا واعي بضيق الوقت نعم لدي سؤالان وأود العودة إلى ألفية لقد ذكرت أن ألفية عبارة عن منصة تقدم مجموعة كاملة من الأشياء المتكاملة رأسيا وأفقيا لقد مررنا بهذا أو أننا نمر بهذا على ما أعتقد الاتجاه العام في الخدمات المالية حيث انتقلنا من عالم حيث كان كل شيء متجانسا للغاية أليس كذلك؟ لديك كنت خاضعا لمقدمي التكنولوجيا لديك لأن الإرث كان يحكم الابتكار بشكل أساسي ثم ذهبنا إلى كما تعلمون شركات استشارية وشركات أخرى ذكرت التفكيك العظيم أليس كذلك؟ نعم أو ما يسميها البعض التجزئة؟ نعم نحن الآن على ما يبدو في مساحة إعادة التجميع نعم صحيح؟ لكن إعادة التجميع تحدث في الواقع بطريقتين مختلفتين أليس كذلك؟ إما أن يحدث ذلك من خلال طبقات التنسيق أو يحدث من خلال بعض البنوك والمؤسسات المالية التي رفعت من مستوى لعبتها لذا فإنهم يقومون بربط الأشياء ببعضها البعض سواء كان ذلك يزيد من التعقيد أم لا أليس كذلك؟ أين تجد مكانك مع وجود مؤسسة مثل ألفيا لتقدم كل شيء؟ سؤالي الأول هو هل أنتم منصة معيارية للغاية؟ مما يعني؟ هل يمكن للناس أن يتوسلوا ويقترضوا ويقرضوا الأشياء التي يريدونها منك دون الحاجة إلى شراء المنصة بأكملها ثم تجميعها مع بعض اللاعبين القدامى وبعض اللاعبين الآخرين؟ تمام وثانيا هل يجوز لي أن أختتم هذا السؤال في نفس الوقت لأنه مثير للاهتمام للغاية؟ وإذا كان بإمكانك الإجابة على هذا السؤال بصدق ما هو التحدي الأكبر الذي تواجهه من حيث جذب البنوك إلى فلسفتك إلى منصتك والتحول إلى عملائك؟ نعم آسف مرة أخرى هناك الكثير مما يجب استيعابه ولكن لا هؤلاء هم هذه أسئلة عظيمة وهذا ما يجعلنا مشغولين أليس كذلك؟ حسنا دعونا نتحدث عن الوحدات النمطية لمدة ثانية لدي إجابتان لك حيث يسعدني جدا كون نظام الوحدات نمطية على رأس تلك الدفاتر تمام أن ترحيل السجلات هي الشيء الأكثر إيلاما اللي يمكنك إلحاقه بمؤسستك بدون بذل الكثير من الجهد أتفق معك بدون بذل الكثير من الجهد يستغرق الأمر وقتا أطول ينهب أكثر تكلفة لذلك نحن سعداء عندما نتحدث مع العميل نحن في الواقع نتخذ موقفا استباقيا ونقول لهم انظروا هل تعلمون ماذا لا تأخذ دفترنا نحن نأخذ سنأتي على أي شيء تستخدمه اليوم إذا نجح الأمر اليوم فسوف ينجح معنا نحن بس نكتبس من أجل التكامل إنه الكثير من العمل أليس كذلك؟ هذا هو المكان اللي أنا سعيد لنعسم ولدنا بطبيعة الحال طبقة التفاعل أليس كذلك؟ سأنتقل إلى السؤال الثاني إلى الجزء الثاني من النمطية حسن نتلقى هذا السؤال طوال الوقت وإجابتي هي دائما ما اللي تحاول تحقيقه؟ أخبرني ما هي الأداة اللي عندك واللي تريدنا أن نستخدمها اللي تريد دمجها في بيئتنا وسوف ننظر في الأمر وبالطبع سنحاول العمل على إنجاحه ولكن لماذا تريد أن تحتفظ برخصتين؟ لماذا تريد الحفاظ على مجموعتين؟ إذا أخبرني أحد بأني أستخدم نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بي في Microsoft Dynamics أريد التكامل معاك بنسبة 100% وهذا منطقي للغاية رسومي هناك بالتأكيد إذا أخبرني شخص ما عندي هذا وهذا لم أسمع به من قبل ولكن عندي أداة التخطيط المالي هذه اللي أريد دمجها في مجموعتك سأكون مثل أنظر بصراحة يمكن أن نحاول ولكني متأكد تماما من أن حلنا سيكون إذا لم يكن أفضل أنا متأكد من أنه أفضل ويضطر إلى التفكير في دمجها والحفاظ على تلك المجموعتين ولكن ماذا لو كان لدي تطبيق التداول الخاص بي بالفعل؟ لذا البنية التحتية للتداول الخاصة بي ولنفترض أن هذا سهل جدا تمام قطعا لنفترض أن يمتلك بالفعل روبو موجود بالفعل وأستخدمه منذ عامين لنفترض أن عندي منصة أصول بديلة أستخدمها هذه الأمثلة الثلاثة هي وحدات نمطية بالكامل وسأخبرك لو كنا في سويسرا كنت سأجري محادثة أكثر تفصيلا حول الوحدات النمطية لأن اللاعبين هناك كما تعلمون لقد كانوا يفعلون ذلك لفترة من الوقت في رحلتهم الرقمية ما نراه هنا هو أن هناك عدد من اللاعبين المتقدمين ما أسميهم أعتقد أنهم يعرفون منهم أعتقد أنك تعرف منهم في دول مجلس التعاون الخليجي كلها يوجد اثنان أو ثلاثة لكن معظم الآخرين نعم عندهم تطبيق تداول إنه ليس جيدا لا أليس كذلك؟ إنه ضعيف جدا حتى اللي نهم في المقدمة أي دعا أنا أريك تطبيقهم نعم لأنها مبنية على البنية التحتية القديمة لقد تم إنجاز الكثير من الأعمال الترقيعية فيه في خليط مثل وأيضا نغير مريح مش لطيفا أنت لست سعيدا بالتواجد هناك عندي بنوك تقدم ثلاثة تطبيقات بثلاثة أنواع مختلفة من التداول وهذا جزء من معانتنا بالمناسبة إنها مثل توقف عن تجزية التجربة لعملائك وهذا شيء نشو كثيرا بالمناسبة في السعودية حيث في كل مرة تكون هناك ميزة جديدة يكون هناك تطبيق جديد وتقول يا رفاق الناس في الواقع في عملية التوحيد بس نسأخبرك أن هذا ليس خطأهم خلونا نتكلف عن السبب تطبيق التداول من يوفر تطبيق التداول لتلك المؤسسات إنه وسيط آخر ولكن إذا قمت بوضع علامة بيضاء عليه إعادة تسويق المنتج تحت علامتك التجارية نعم معظمهم يضخون العلامة البيضاء عليها معظم السوق ولأسباب وجيها جدا هناك كل أنواع التحديات التنظيمية أيضا بالتأكيد 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 لذا لأسباب وجيها للغاية لكن من منظور تقني أعني أن مهمة الوسيط ليست الحصول على تطبيق رائع أليس كذلك وليس من عمل الوسيط أن يكون روبوتا لذا كما تعلمون فإن الجمع بين هاتين التجربتين بشكل منفصل يعد أمرا صعبا ولكن ما ننفعله والطريقة اللي نتعامل بها مع هذه المشكلة هي نحن نعمل مع وسيط نحن لسنا وسيطا أليس كذلك عندنا شراكة سيتم الإعلان عنها قريبا ولكن مع من نعتقد أنه أفضل وسيط في المنطقة وفي الواقع على مستوى العالم لكن الطريقة اللي ندمج بها مستثمرين في المنصات اللي تمكنهم من التفاعل مع استثمارتهم هي من خلال مجموعات تطوير البرامج SDK لذا نحن لا نعطيهم تطبيق ويب هذه أسوأ تجربة بالنسبة لي كما تعلم تذهب إلى تطبيقك المصرفي ثم تذهب إلى تطبيق إدارة الثروة وبعد ذلك هناك تطبيق فرعي يفتح إنه أمر محرج جدا نعطيهم حزم SDK نعطيهم التصميمات للرجوع إليها ونعطيهم أجزاء الكود صحيح؟ وهم فقط يقومون بتضمينهم يستغرق الأمر ثلاثة أشهر الأمر سلس أليس كذلك؟ بس إن بعد ذلك عندك يمكنك تخصيصها بالطريقة اللي تريدها لكن بعد ذلك ما قلت للتو هو أنت منفتح جدا على أن تبني عملك على وحدات نعم إذن ماذا تقصد بقولك أنت لست منفتحا على هذا؟ لا أنا دائما أسأل هذا السؤال لذا نحن منفتحون ولكنني أسأل دائما ما الذي تحاول تحقيقه؟ تمام إذا كان التفتيت بدون سبب وجيه أنا أتفق معك ولكن هذا أمر أحمق هذا غبي إذا كان الأمر يتعلق بتطبيق المستثمر بخصوص تطبيق الاستثمار لم أرى تطبيقا واحدا أو لقد رأيت تطبيقا واحدا تطبيق استثمار حسنا لذا هذا هو السبب اللي يخلني أقول انظروا يا رفاق لن أطلب منكم المزيد مقابل ذلك نحن نسعى جاهدين لتوفير منتج رائع يستخدمه الناس أليس كذلك؟ إذن هذه هي المعركة التي نخوضها إذن كما تعلمون وهذا صحيح هل تعلم؟ لا أعلم إذا كنت قد رأيت هذا الرسم البياني هذا الرسم البياني المذهل حول التفتت عالم لاعبي تكنولوجيا الثروات وهذا إنه اللغز الأكثر تعقيدا الذي يمكنك التفكير فيه على الإطلاق اللاعبين خلال سلسلة القيمة عبر سلسلة القيمة الخدمات الصغيرة ليس بمعنى الخدمات الصغيرة لكنها مستهدفة للغاية بالضبط نعم أليس كذلك؟ وإنها فوضى وهذا هو أطرحتنا هي أنك تحتاج إلى شخص يأتي ويشكل ما يقرب من 70% أو 800% من مجموعة التكنولوجيا الخاصة بك ضحيح ونحن نتكامل مع الأجزاء الأخرى عندما يكون ذلك منطقيا أليس كذلك؟ ولكن نعم آسف هذا هو نوع من جوابي حسنا حسنا لذا كما تعلم لقد أبقيتك هنا لفترة أطول من اللازم السؤال الأخير ما هو التالي إذن ما هي السنة القادمة أو الثمنتاشر شهرا القادمة بالنسبة لكم في ألفية؟ بشن هو تركيزكم كيف ستمكنوا من تحقيق التوازن بين بيئتين مختلفتين للغاية من منظور تنظيمي ومنظور النضج بين الإمارات العربية المتحدة ولنقل المملكة العربية السعودية باعتبارهما سوقين رئيسيين؟ إذن كما تعلمون أين هو التركيز؟ ما يتوجب عليك مشاركة أسرار التجارة ولكن فقط أعطنا فكرة عامة لا 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 تبدو أنها لذا نحن نعمل مع أشخاص في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الفرق الأكبر بين هذين السوقين أفترض أنه حيكون إلا قد قتل بحثا في هذا البودكاست وهو أن أحدهم لديه السحابة للخدمات المالية والآخر لا يفعل ذلك نعم ولما كن أريد حتى أن أذكر هذا الأمر لأنه كما تعلمون قد أجرينا هذه المحادثة قطعا لا زي ما تعلم بالنسبة لمنصة سحابية أصلية فإن النشر محليا أمر مزعج نوعا ما إنه أمر مزعج بالنسبة لنا ومزعج لعملائنا في المقام الأول إنه أمر مكلف ومن ثم السي ما تعلمون فإن المرونة في المستقبل تشكل تحديا مئة بالمئة نحن نأمل أن نتمكن من نقل كل شيء إلى السحابة بحلول عام 2026 أليس كذلك لذا فنحن نعمل في هذين البلدين حيث هدفنا هو أعني حيث يجب أن نكون هو أننا يجب أن ندير حوالي 25 مليار دولار من الأصول إدارة تنظيم نعم تنظيم أفهم بحلول أوائل العام المقبل تمام سيتم نشرها بالكامل بحلول الربع الثاني والربع الثالث من العام المقبل تمام صحيح من المخطط أن يتم ذلك في الربع الثاني نحن نعلم جميعا أن الأمر سيستمر حتى الربع الثالث وهذه هي المواعيد النهائية مع عملائنا بالمناسبة لذا بالنسبة لنا الأمر أشبه بحسنة خلينا نطرح المنصة الكاملة حسنا إن التكامل يكون دائما مؤلما لكننا نريد القيام به بطريقة كما تعلمون عندما ننظر إلى الوراء عندما ينظر عملائنا إلى الوراء ويقولون حسنا في الواقع لقد صارت الأمور على ما يرام إذن هذا هو أحد الأمور أليس كذلك نشر وحث السوق على الحديث عن مدى عظمة ما حققناه رقم اثنان سيتم نشر التغيير وإتاحة الفرصة للناس لتجربة التغيير أليس كذلك ثم ثالثا سيكون الاستمرار في العمل على تدفق الأعمال والاستمرار في النمو والإعداد للسنوات القادمة ما هو الخطر الأكبر اللي يقلقك؟ أكبر واحد هو الجمود ضد التغيير جمود من البنوك؟ نعم هذا هو الأكبر لأن عندنا منتج رائع عندنا ما يحتاجه السوق نحن شركة التكنولوجيا المالية الكبيرة الوحيدة اللي عندها الفريق التنفيذي هنا عندما نتحدث إلى العملاء أتحدث أنا ويتحدث الرئيس التنفيذي مع العملاء ويتحدث مدير التكنولوجيا مع العملاء ويتحدث مدير المشتريات مع العملاء وهنا هم على رأس الأولويات إنهم ليسوا الأولويات التسعين أليس كذلك عندنا منتج رائع إنه مثل كما تعلمون تم تفعيل اللغة العربية وتم تمكين الشريعة إنه يستوفي جميع الشروط كل محادثة شاركت فيها مع العملاء حتى مع اللاعبين المتقدمين هم أحبوا هذا إنه الجمود هذا منطقي بما فيه الكفاية وأنا أقدر ذلك لذا يا روجر أنا أقدر لك توفير لنا الوقت أعتقد أنه يمكن أن نحصل على حلقتين أخرين سأحب زيش لأنه موضوع ثير اهتمامي وأنت تعلم أنني قضيت الجزء الأكبر من الأشهر الإن عشر إلى ثمانية عشر الماضية في هذا الجزء المحدد من التكنولوجيا المالية لأنه لأكون صادقا معك لم يكن هذا الجزء في ذهني لمدة عشر إلى اثني عشر عاما الأولى حيث كنا لا نزال نتعامل مع ما أسميه المرحلة المبكرة من التكنولوجيا المالية إنه قطاع مذهل كما تعلم مرة أخرى أنا لست في وضع يسمح لي بالقول ما هو الصواب أو الخطأ أعتقد أن ما تحاولون القيام به هو أن هناك سوقا واضحا في جميع المجالات سواء كانت بنوكا كبيرة أو بنوكا صغيرة أعتقد أن الجميع ينظرون إلى الثروة بدافع متجدد أتمنى لك كل التوفيق آمل أن تتمكنوا من تشغيل منصتكم بحلول الربع الثاني وليس الربع الثالث وأعتقد أن الجمود طالما أن تفهمك لوجودها أمر بالغ الأهمية وأعتقد أنك طرحت نقطة جيدة جدا أن تكون إقليميا ومحليا كما تعلم فإن وجود هؤلاء العملاء في صدارة اهتماماتك هو أمر مهم بدلا من أن تكون شخصا قادما من جزء مختلف تماما من العالم وأنت تعلم أينما كنت في ترتيب الأولوية شكرا لك على حضورك أشكركم على استضافتي شكرا على الأسئلة الغبية حسنًا زي ما تعلم أنا معروف بالأسئلة الغبية لذا لقد عشت وفقا لسمعتي بشكل جيد للغاية بعد حوالي تسعين حلقة لكني متأكد من أننا سنظل على اتصال وأنا متأكد من أن مساراتنا سوف تتقاطع مع بعضها البعض شكرا لك شكرا لك حسنا سيداتي وسادتي كان هذا روجر روحانة الرئيس التنفيذي لشركة ألفيا كما تعلمون إنه صريح بشأن آرائه وكما تعلمون إنه كان سريعا في الإشارة إلى بعض المناطق إنه يختلف معي وهذا ما أحبه لأنني أعتقد أنه لا يوجد محادثة جيدة أبدا عندما يتفق كل الشخصين ولكن مع ذلك شكرا لك وسأراكم في الأسبوع المقبل وداعا